لكل عشاق ومحبي تفسير الأحلام يا رب دايما تكونوا بخير أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد وفيديو مهم جدا النهاردة عن حلم السقوط من مكان مرتفع وهل يا طرق أنت نجيت منه بعد ما سقطت ولا ما نجيتش حلم أو موضوع في غاية الأهمية عايزكم تركزوا معاه في دقائق معدودة علشان تعرفوا كل ما يتعلق بحلم السقوط من مكان عالي السقوط من مكان عالي بيكون لي أكتر من تفسير وده طبعا حسب الحالة اللي أنت شفت نفسك فيها في المنام وحسب حالتك أنت في الحقيقة السقوط من مكان مرتفع بتختلف يا طرق أنت وقعت من أو سقطت من على جبل أو سقطت من على بيت أو سقطت من على جامع سقطت في بحيرة بتختلف هنا تفسير الحلم أو تفسير الرؤية حسب المكان اللي أنت كنت سقطت منه فعلى سبيل المثال اللي شوف نفسه أنه هو بيسقط من مكان مرتفع كجبل أو حيطة أو ما شبه ده ربما أنه هو في حياته حاجة والحاجة دي لسه ما تمتش أو ما أتمش أمرها هو ربما في شخص شاف أنه هو بيسقط من مكان بس المكان ده محبب وكلنا بنحبه وشاف نفسه أنه هو بيسقط في مسجد أو في روضة والمكان ده كان لغرض طيب يعرف أنه ربما ده تكفير لزنوبه ربما أنه هو ماشي في حاجات غير جيدة والحاجات دي هيتركها في الفترة المقبلة وده تعتبر على ترك الزنوب وعلى التوبة بتاعته إن شاء الله واللي شوف أنه هو بيسقط من أعلى لأسفل ده ربما يدل على ربما يعني انتقال من وظيفة الأخرى أو من زوجة الأخرى أو من بلد لآخر ده طبعا زي مرتلكم حسب الحالة اللي بيمر بها في حياته في الحقيقة والسقوط في المنام ربما تدل أيضا على تحسن أحواله إذا نجى من السقوط دوت يعني أهم حاجة بعد ما أنت وقعت في الحلم ما حصلت لكش حاجة يعني أنت باهم ما حصلت لكش أي حاجة ربما أنه في مشاكل أنت هتواجهها ولكن إن شاء الله المشاكل دي والصعوبات دي إن شاء الرحمن الرحيم يعني هتعد منها في الفترة المقبلة بس هم حاجة أن أنت تكون على حذر أو تكوني على حذر في خطواتك أو في أمورك اللي أنت ماشي بها الفتاة العز بالشوف أن هي يعني بتوع أو بتسقط من مكان مرتفع وناجت منه ويعني ما تعرضتش لأي أزه ده ربما يدل على أحوال الفتاة وتغييرها نحو الأفضل ربما أن هي مقبلة على حياة جديدة ربما في زواج أو خطوبة في الفترة المقبلة ده لو شافت أن هي وقعت بس أهم حاجة ما حصلت لهاش أي حاجة ما تأزهتش تمام؟ أيضا المرأة الحاملة اللي شوف منها أن هي بتسقط من مكان مرتفع بس ما يعني تمكنت من النجاح ربما ده يدل على الخوف وعالقلق بتاعها في مرحلة الولادة وإن شاء الله بإذن الله الولادة هتكون يعني ميسرة بإذن ربنا عز وجل أهم حاجة هي تحافظ على الاستغفار وعلى التقرب إلى ربنا عز وجل اللي شوف في المنام برضو أن هو بيسقط مكان مرتفع وحصلت له بعد يعني حس بألم في جسمه أو في أي مكان من أعضاء جسمه يعني دي مشاكل وهموم في حياته في الحقيقة وربما المشاكل دي هتسيب أثر فيما بعد ربما مشاكل مادية أو مشاكل زوجية إذا كان متزوج أو أزى ربما أنه الأزى ده هتسيبه لكن إن شاء الله هينتهي قريبا بإذن الله فالسقوط من مكان عالي في المنام بيدل على أموم بيدل ربما مشاكل ربما في تغيير في حياة الرأي ولكن بإذن الله للأفضل بس أهم حاجة إن الرأي يعني يشوف إن هو نجى من السقوط دوت يعرف إن شاء الله في عقبات في حياته ولكن العقبات دي هتنتهي على خير بإذن الله أو شيء هو كان خايف منه ولكن الشيء ده أو الظروف اللي في حياته هتنتهي على خير بإذن ربنا عز وجل وزي ما قلتلكم حسب الحالة الرأي ربما زواج ربما تغير في حياته للأفضل ربما وظيفة ربما عمل ربما مشاكل وهتزول بإذن الله بس أهم حاجة ما يكونش فيه جروح ما يكونش فيه يعني كدمات في جسمه بعد مواقع من المكان العالي أما إذا شاف نفسه إن هو فيه جروح ربما فيه هتبقى فيه بعض العقبات بعض المشاكل ولكن بإذن ربنا عز وجل هتنتهي في الفترة المقبلة حباه في الله السقوط من مكان عالي ليه يعني بيكون حسب حالة الرأي فأتمنى لو أي حد شاف منكم إنه بيقع من مكان عالي أو أي حاجة متعلقة بالسقوط ياريتي اكتبها في تعليق اسف الفيديو علشان نقدر نفيد بها ناس ثانية ما تنسوش تشاركوا في القناة وتفعلوا الجرس أشكرتكم بتوصل لكبر قدر منكم من الناس دمتم فرعة اللوامنة وللقاء في فيديو أخرى السلام عليكم ورحمة الله شكرا